ورجعنا لحضراتكم بقى عشان نستكمل حلقتنا مبارح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن قوائم الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية اللي هتقام منتصف ديسمبر الحالي في المملكة العربية السعودية لكن واحد من لعبت النادي الأهلي هو حسين الشحات إذا شارك في المباراة الأولى هيكون على موعد مع رقم قياسي منديالي هيتسجل بإسمه وسبق وحق حسين الشحات إنجاز تاريخي بعد ما أصبح أكثر لعبي العالم مشاركة في مباريات بطولة كأس العالم للأندية على مدار تاريخه وذلك في نسخة 2022 وسجل الشحات مشاركته رقم 12 في مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2022 كأكثر لعبي العالم مشاركة في البطولة على مر التاريخ لينفرد بالرقم الكأسي بعد ما تخطى الثلاثي الأهلاوي أيضا محمد أبو تريكا ووائل جمعة وحسام عشور اللي لعب 11 مباراة جاءت كلها مع النادي الأهلي لعب بقى حسين الشحات أربع مباريات مع فريقه السابق العين الإماراتي في نسخة 2018 ولعب مبارتين مع الأهلي في نسخة 2020 وشارك الشحات في ثلاث مبارات مع نسخة الأهلي طبعا 21 والمشاركة اللي فاتت كان ليه ثلاث مبارات في نسخة 22 أمام أوكلاند سيتي وريال مدريد وفلامينجو بينما غاب ضد سياتل سوانزو طبعا وسجل الشحات ثلاث أهداف في ثلاث نسخ مختلفة ضمن خمس لعبين حققوا هذا الإنجاز يعني مع طبعا الرعاق الرباعي كريستيانو رونالدو ولينو الميسي وجاريت بيل وسلم الدوسري أيضا لعبة هذا السعودي بالتالي في حالة نجاح الشحات في المشاركة هيوسع الفارق ويبتعد بصدار الترتيب قائمة الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة العالمية طبعا حسين الشحات عمل تاريخ كبير في وجوده في كاس العالم الأندية في النسخ دي كلها وبالأرقام دي كلها وبالتالي هو دلوقتي بدون على توسيع الفارق